فكل إنسان سيحاسبه الله سبحانه وتعالى وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا اللي هي النار لاحظوا مرة أخرى دائما معالم الهدي القرآن في مسألة النار هي مسألة شعور وإحساس وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا لابد أن نمر على متن جهنم جميعا وهذا المرور على قدر العمل فيه أناس تمر على الصراط اللي هو منصوب على متن جهنم أرق من الشعر وأحد من السيف مثل الهواء مثل الريح وفيه إنسان يحبو والنار تحته وفيه إنسان تخطفه النار مرة يسقط تسقط كذا رجله فتنهشه النار ويصرخ ويمشي وتنهشه النار هو لسه الآن ما خرج ما جاء إلى الجنة أو النار ما انتهى وضعه لكن ماذا الآن هو فقط وفي الطريق إما إلى جنة وإما إلى نار لكن حتى يصل إلى منطقة العبور هذه لا بد أن يمر على متن جهنم المؤمن يمر مرة الكرام إما كالريح على قدر العمل وفيه إنسان يريد الله سبحانه وتعالى له أن يدخل للجنة ولكن بعدش بعد ما أن تخطفه النار وهذا أمر غير يسير ترجمة نانسي قنقر